تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق وفيما يلي نص البرقية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم المشرث ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي يقيمت في جمهورية العراق إن هذا الإنجاز الرياضي يؤكد رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورعاية سموكم حفظكم الله ورعاكم للرياضة وما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في المنافسات الدولية بفضل الإعداد والمتابعة والمجهود الكبير والتدريب المتواصل والعمل الجاد للتحضير لهذه البطولة ويعد إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في المحافل الدولية داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم ويوفقكم لما فيه الخير ويمدكم دائما بعونه وتوفيقه ودمتم سموكم برعاية الله سالمين المخلص لسموكم سلمان بن خليفة الخليفة ولي المالية وزير المالية والاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر